كان سكان قرية أيلة المطلة على البحر يعيشون على صيد الحيتان وكان محرم عليهم الصيد في يوم السبت من كل أسبوع وبسبب فسادهم وظلمهم كان الرزق يختفي طوال أيام الأسبوع ولا يظهر السمك إلا في يوم السبت استيقظ يا ميمون استيقظ لقد أبحر مركب سمحون وسيصيد الحيتان قبلك لقد فرغ الطعام من بيتنا يجب أن تعود بصيد وفير ها بصيد وفير سوف تكون أكبر الأسماك من نصيبي وستعرفين قيمة زوجك ميمون شيخ الصيادين وكبيرهم في قرية أيلة أين ذهب السمك يا عمون؟ لا أدري كبير الصيادين ربما تحتاج إلى أن تبتعد أكثر في عرض البحر أكثر من هذا؟ إنني لا أرى الشاطئ هل أنتم متأكدون أن الشباك سليمة؟ فحصتها بنفسي قبل الإبحار كيف لا تظهر سمكة واحدة؟ هذه إرادة الله يا شمخون يا أخي على الصياد أن يبذل الجهد أما الصيد نفسه فهو رزق من الله نحن لا نفعل شيئا يوم السبت كما تأمرنا شريعتنا فلماذا يعقبون الله؟ هذا سؤال لا يليق الله يمتحن عباده بالخير والشر أيضا إنهم تحانوا الصبر ويجب أن تكون شاكرا في كل الأحوال لماذا يقترب منا قريب ميمون هكذا؟ العاصفة شديدة هل نعود إلى القرية؟ عد أنت لن أرجع إلا بصيد وفير قل إن شاء الله يا ميمون ما هذا؟ نار في يوم السبت؟ وما المانع؟ هذا حرام تنهان شريعة التوراة عن إشعال النار في يوم السبت ولكن البرد شديد تكاد أطرافنا تتجمد من البرودة هيا لنذهب إلى المعبد حيث دفء القلب بالصلاة والتضرع إلى الله ميمون يا ميمون هل ستمضي حياتك كلها نائما؟ اليوم السبت يوم التوقف عن العمل لماذا توقذينني؟ الرجال سيذهبون جميعا للصلاة طالبا للرزق أنا أتعبد هنا وأنا نائم معك حق نوم الظالم عبادة انظر انظر يا شمخون انظر لا أصدق ما كل هذه الأسماك؟ إنها تكفي لإطعام قرية عاما بأكمله هيا بنا هيا لنصيدها هل جننت؟ اليوم هو السبت أيها الأحمق ممنوع علينا الصيد في يوم السبت نعم 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 تذكرت ولكنها فرصة وماذا سنقول لرب موسى عندما نلقاه؟ كنا ننتهز الفرصة؟ إننا جوعا وفقراء فقراء لن يغضب الله إذا نزلنا إلى الصيد في يوم التحريب هل تظن ذلك؟ ما رأيك أنت؟ اتقوا الله ألا يكفيكم ما نحن فيه من ابتلاء؟ سنصيد في صباح الغد بإذن الله كما تأمرنا الشريعة أين ذهبت الأسماك؟ وأين ذهبت الأنواع الضخمة؟ لقد كنا نراها بأعيننا وهي تقفز في الماء لا أعلم كيف تختفي كل هذه الأسماك في لمح البصر هل نتوغل في داخل البحر أكثر يا سيدي؟ لا فائدة فلنعب هيا بنا لقد اجتمعنا اليوم لنبحث هذه الظاهرة الخطيرة ظاهرة اختفاء السمك إن الشباك تعود من البحر وهي مبتلة بالماء المالح ولا سمك هناك أحسنت التعبير يا سيدي إن الشتاء في هذا العام شديد البرودة فمن أين نطعم أنفسنا وأبناءنا؟ الأسماك تتصرف كما لو كانت تغذنا إنها تظهر في اليوم الذي تعرف أن الصيد محرم فيه ثم تختفي بقية أيام الأسبوع هذا صحيح يا رجال إن الأسماك تتحدانا اسمعوني يا أبناء قرية أيلة إن الله يمتحننا بما يحدث فلنصبر ولنجتهد في الخروج إلى البحر ولنستمر في محاولة الصيد من يدري؟ عسى الله أن يرفع عنا البلاء ويوسع في أرزاقنا هذا استسلام يا سمحون إن الأسماك تمكر بنا وتتعامل معنا بأكبر قدر من المكر والخديعة ولن نتركها تعبث بنا بعد اليوم ما معنى هذا الكلام؟ سوف نرى لماذا جمعتنا يا شيخ الصيادين؟ حتى نحزم أمرنا ونحل مشكلة الطعام كيف؟ هل هذا بإمكاننا؟ نعم بإمكاننا فعل الكثير اسمعوني جيداً إن الأسماك تمكر بنا فلماذا لا نمكر بها نحن أيضاً؟ معذرة لا أفهم قصدك سنلقي شباكنا في البحر يوم السبت فتمتلئ بالحيتان لكن الصيد محرم يوم السبت لا تقاطعني أيها الأحمق قلت سنلقي بالشباك فقط في يوم السبت لنحجز الأسماك وعندما يبزغ فجر يوم الأحد نغلق الشباك على الأسماك قبل أن تتسرب إلى البحر وبهذا نكون قد وفينا بتعاليم شريعتنا التي تحرم الصيد يوم السبت وفي الوقت نفسه نكون قد أنقذنا أنفسنا وأولادنا من الجوع رأي عظيم أحسنت هيا يا شمخود أسرع أحكمت وضع الشباك يا كبير الصيادين أخفض صوتك ستوقظ أهل القرية بصياحك هكذا هيا بنا الآن تفرقوا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون صباح الخير يا ميمون أتمنى لك صيداً طيباً ها وأنا كذلك أين شباك الصيد؟ هل ستصيد من غير شباك؟ نعم أقصد لا لقد نسيتها سأذهب لإحضارها سمحون سيشك فينا الآن وقد يكشف الحيلة لا نبحر نحن أيضاً ثم نعود قبله ونخرج الشباكة من الحجرات الصغيرة نعم هذا هو الرأي الصواب انظر انظر يا كبير الصيادين هذه كمية لم نصدها طوال حياتنا أخرج الشباكة في صمت أسرعوا قبل عودة باقي الصيادين يا للحظ السعيد آه لا أستطيع أن أخرج الشباكة وحدي كل هذا كان سيضيع منا بسبب يوم السبت أسعارنا واحدة لا نقبل المجادلة تذكروا لا يوجد في القرية كلها أسماك إلا لدينا من أين أتيت بالسمك؟ لقد كنت أنا أيضاً في البحر ولم أصد شيئاً هذا اعتراف منك بمهارتي وقلة درايتك بل هي الحيلة لقد كنت بالصيد في يوم السبت السمك طازج يشهد على ادعائك ألقيت الشباكة بالأمس في يوم التحريم ورفعتها اليوم نعم فعلت ذلك ما شأنك أنت؟ اسمع يا ميمون لقد تحملنا طمعك وفسادك ولكننا لا نتحمل أن تغضب الله وتتحايل على شريعتنا ونسكت سوف يحل الغضب علينا جميعاً إذا لم يعجبكم الحال فاخرجوا من القرية ودعوها لنا إنها قريتنا مثل ما هي قريتكم لن نخرج منها اسمعوا يا رجال لنبني جداراً يعزل بين الفريقين أوافقك على هذا الاقتراح حتى لا يزعجنا كل حقود وفاشل وأنا أوافق حتى لا تقع عيناي على فعل يغضب الله خزوا خزوا واشكروا الرب الذي وفر لنا هذا الطعام غداً تتحسن الأحوال إن شاء الله تعالى أما يوم السبت هذا فيجب علينا أن نتفرغ فيه للتعبد والدعاء كانت فكرة إشعال النار في يوم الجمعة فكرة رائعة نعم فنحن نستدفئ في يوم السبت دون أن نحمل الذنب في إشعال النار هل ألقيتم الشباكة في البحر؟ نعم بالتأكيد وغداً سيكون الصيد وفيراً ونملأ أيدينا بالنقود وبالذهب إلى أين تذهب يا زوجي؟ في هذا الجو العاصف أريد أن أزور جيراننا خلف الجدار لماذا؟ من واجبنا أن ننصحهم ونعظهم لما تعزون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً معذرة إلى الله ماذا تعني؟ أريد أن أعظ أهل قريتي ليعذرنا الله تعالى ويعلم أننا قد أدينا واجبنا وأمرناهم بما فرض علينا رأي أن تدعهم لعذابهم فإنهم لا يستحقون النصيحة قرد أيها الناس أيها الناس إني أرى قرداً متوحشاً من أين أتى؟ وكيف دخل قريتنا؟ إنه يضحك لماذا تضحك أيها القرد؟ صوتك أيها القرد يذكرني بصديق قديم اسمه شمخون إنه أنا شمخون شمخون أنا ولكنني لست قرداً تعدب أيها القرد ماذا؟ بل أنت القرد انتظر انتظر بدأت أفهم لقد تحولنا جميعاً جميعاً إلى قرود يا له من ذكاء بنسبة لقرد نعرف هذا ولكن ماذا سنفعل؟ كيف سنظهر أمام الناس بهيئة قرود؟ لنستمر في الحياة على أية صورة لا أحد يريد شراء السمك أين ذهب جيراننا أهل القرية؟ ومن هؤلاء القرود؟ لم يتحول سمحون إلى قرد أدفع ذهبي كله وأعود إنساناً يوماً واحداً هل نبلغه أننا أهل قريته وأصحابه؟ ربما يساعدنا يا سيد سمحون يا كبير الصيادين هه؟ إنه صوت آدمي كيف هذا؟ نحن جيرانك وأهل قريتك استيقظنا اليوم على هذه الحال لا حول ولا قوة إلا بالله هل تستطيع أن تساعدنا لنعود بشراً؟ كيف؟ إنه أمر الله ولا راد لقضائه فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا أخذنا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين حمدا لله تعالى عادت الحيتان إلى البحر يا زوجتي اقتسم ما رزقنا الله به مع إخواننا الصيادين واقتطعي جانبا لنتصدق به على جيراننا المساكين خلف الجدار لا تذكرني بهم إنهم لا يكفون عن التشاجر والصراخ طوال النهار ولا يكفون عن البكاء والنحيب والتحصر طوال الليل هذا جزاء من يغضب الله لو علم المزنب بهول العقاب لما أقدم أبدا على زم آه يا ليتنا لم نستمع لكلام ميمون نحن جميعا جوعة وهو الوحيد الذي يحصل على الطعام طعام مهين الموت أفضل منه بكثير صار أصحاب السبت آية لمن يتحايل على شرع الله أو يظن أنه أعرف بشؤون حياته من خالقه ورازقه عندما يخالف العبد ربه يهبط من كرامة الإنسان إلى مرتبة الحيوان ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين يا إمام مالك هل أنت بالداخل؟ مرحبا يا عبد الله خيرا أنسيت موعدنا؟ اليوم يعقد والي المدينة اجتماعه مع العلماء والفقهاء والأدباء ولا يكتمل الاجتماع إلا بحضورك لم أنس بالطبع ولكن ما زال الوقت مبكرا ولكن الوالي قد أعد مأدبة فاخرة وأقترح أن تتناول طعام الغداء معه قبل الاجتماع ولكن لدي ما هو أهم وما الأمر؟ ما هذه الآثار التي على أصابعك؟ ولماذا تشمر ذراعيك هكذا؟ لأنني أعمل مع أهل بيتي ماذا تعمل؟ أعد هذا العجين لنخبزه أنت بنفسك؟ وما المانع؟ اعذرني ولكنني أعرف أنك ميسور الحال ويمكنك إحضار خادم وأضيع ثواب خدمة أهل بيتي آه تتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم إذن عليه الصلاة والسلام نعم ألم يكن في خدمة أهل بيته وأوصانا بذلك حسنا سأسبقك إلى الوالي وسننتظرك في الاجتماع السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندما داع صيط الإمام مالك وزاد عدد طلابه قرر أن يبدأ في استقبالهم في منزله خاصة أنه مع تقدمه في السن كان يجد صعوبة في الخروج من منزله في كل مرة ترتدي ثوبا غير الآخر لماذا تهتم بمظهرك إلى هذه الدرجة يا سيدي قبل أن تعقد حلقات العلم دائما ما أنصح من أنعم الله عليه أن يظهر أثر هذه النعمة عليه وأهل العلم أولى بذلك فينبغي لهم أن يظهر النعمة على ثيابه كان الإمام مالك يقوم بكل هذا إجلالا للعلم وخاصة للقرآن الكريم وحديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وآخر حديث أقوله لكم اليوم هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كراء الأرض أي إيجارها فسئل صلى الله عليه وسلم ألا يجوز حتى إيجارها مقابل بعض الذهب أو الورق والورق هو الفضة فقال عليه الصلاة والسلام أما الذهب والورق فلا بأس به لكن لا يجوز أن تؤجر بستانا مثلا لشخص آخر مقابل حصة مما تطرحه أشجار البستان من فاكهة لأن في هذا مخاطرة فربما لا تثمر الأشجار بعد إيجارها ولهذا وحرصا على حق المؤجر ينبغي أن يأخذ حق إيجار الأرض مبلغا من المال المتفق عليه سيدي الإمام مالك ما الأمر؟ اعذرني يا إمام أعرف أن حلقة اليوم مخصصة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنني قادم من سفر من بلاد المغرب وقد أرسلني أحد علمائنا هناك برسالة إليك إنها مسألة فقهية لا يعرف علمنا الرأي فيها ولذا طلب مني أن أسألك عنها وأن تفتينا فيها كان من أهم ما يميز الإمام مالك أنه حريص على الفتوى فلا يفتي إلا بعد أن يتأكد مما سيفتي به أخبر الذي أرسلك أنه لا علم لي بهذه المسألة ولكني جئت من مسيرة ستة أشهر لأسأل عن هذه المسألة آه حسنا عد غدا لعلني أجد لها جوابه من صاحب المسألة التي سألني عنها أمس ها أنا يا إمام لا أعرف لهذه المسألة إجابة ليس على وجه الأرض أعلم منك وما جئتك من مسيرة أشهر إلا لذلك بحثت عن إجابة لها وصدقني لا أعرف الجواب الفتوى ليست أمرا هينا يا بني وينبغي للعالم قبل أن يفتي أن يعرض نفسه على الجنة والنار ويرى كيف يكون خلاصه في الآخرة فهمت يا إمام مرحبا بك يا أمير المؤمنين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كم اشتقت إلى الكلام معك يا إمام والانتفاع بعلمك أسأل الله أن يجعلني على قدر هذه المسؤولية ولكن لي عليك عتاب يا مالك فلتعاتبني يا مولاي عندما أطلب منك الحضور لتجالسني وتنصحني تأتي دون إبطاء ولكن عندما أطلب منك الحضور لتعليم ولدي هارون وموسى لا تحضر فما الأمر هل ترفض أن تكون معلما لأبناء الخليفة؟ لا يا مولاي ولكنني أرفض أن آتي لأعلمهما لا أفهم يا أمير المؤمنين العلم يؤتى إليه أن يأتي المتعلمون إلى أهله ولا يذهب أهله إلى الناس ليعلموهم صدقت يا إمام هكذا تعلمنا وهكذا نعلم أبناءنا هارون موسى أمرك يا أبي من الغد ستذهبان إلى حلقة الإمام مالك وبعد الحلقة تصحبانه إلى منزله فهذا هو إمامنا الجليل على الرحب والساعة يا مولاي أستأذنك في الانصراف يا أمير المؤمنين أيها القائد فلتذهب مع الإمام حتى الباب أمر مولاي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمرك عجيب أيها الإمام لم أرى أحدا يجلس مع الخليفة إلا وكان متوترا ويتصبب عرقا ولكني أراك دائما وقورا وهادئا وكأنك لا تخشاه لأنني لا أخشاه بالفعل أنا أحترمه وأحبه وأقدره ولم أخطئ لأخافه ترك الإمام مالك من بعده كتابا من أهم كتب العلم إنه الموطأ ومن هذا الكتاب أخذ الكثيرون علمهم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد إنها سنة مولد إمام دار الهجرة وعالم المدينة مالك بن أنس وقد اهتم عمه نافع المكي به وكان أنس أبو مالك حريصا على زرع حب العلم والتعلم في أبنائه ماذا يفعل من أدرك صلاة الجمعة بعد قيام الإمام من الركعة الثانية؟ يسلم مع الإمام ثم يصلي ركعته الجمعة لا إدراك صلاة الجمعة لا يكون إلا بإدراك ركعة منها فإذا فاتته الركعة الثانية يسلم مع الإمام ثم يتم صلاته ظهرا أربع ركعات إجابة النظر هي الصحيحة لم أكن أحب أن تتسرع في الإجابة يا مالك أنت غاضب مني يا أبي طبعا ليست هذه صفات من يريد الاستمرار في طريق العلم يا مالك أثر هذا الموقف في مالك ولكنه لم يضعف عزيمته بل على العكس جعله أكثر إصرارا على إكمال رحلته في طلب العلم فأنضى سبع سنوات يتلقى العلم من العالم الكبير ابن هرمز وكان أيضا ينتظر الإمام نافعا مولى بن عمر رضي الله عنه في الحر الشديد أمام منزله فإذا خرج للصلاة صاحبه مالك حتى ينهي الإمام صلاته فينهل مالك من علمه وفقهه وكان ممن لازمه مالك الإمام بن شهاب الزهرية اليوم يوم العيد ولا بد أن الإمام الزهري سيخلو اليوم مع نفسه قليلا انظر هل هناك من يقف بالباب إنه مالك يا سيدي ذلك الفتى الأشقر أدخله إذن تعال يا مالك هل تناولت طعاما لا ولا حاجة لي بالطعام فأنا جائع لما هو أهم وما هو جائع للعلم حدثني بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام حسنا اكتب هذا يكفي اليوم ألن تخبرني بالمزيد إذا استطعت حفظ هذه الأحاديث الأربعين فأنت من الحفاظ لقد حفظتها بالفعل ماذا حسنا حسنا هاتي هذه الألواح أعد على مسامع ما أخبرتك به من أحاديث انطلق مالك يقرأ الأحاديث وقد حفظها عن ظهر قلبه حتى انتهى من الأربعين حديثا ما شاء الله أنت بالفعل من الحفاظ يا مالك أرى أرى أننا كسبنا عالما جديدا وما هو إلا وقت قصير حتى على نجم مالك وملأت شهرته الآفاق بعد أن أخلص في طلب العلم ليبدأ في تعليم الناس وهو لم يبلغ بعد السابعة عشرة تعال أريد أن أسأل هذا العالم سؤالا عالم هل ضعف بصرك؟ هذا شاب صغير أعرف إنه مالك بن أنس ألا تعرفه أنت؟ بلى ولا أظن أنني سأهتم بأمره إن أصغر أبنائي أكبر منه تعال معي تعال معي إذن لتتأكد بنفسك من علمه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخبرني يا مالك ماذا يفعل من وجد مالا في سوق ولم يستدل على صاحبه؟ رأيي أن يعلن عما وجده ويسأل عن صاحب المال مدة عام فإن مضى عام ولم يأتي صاحب المال فليتصدق بهذا المال فإن ظهر صاحب المال بعد العام فليخبره بمن وجد المال بما فعله فإن وافق صاحب المال وأراد الثواب فهو خير له وانتهى الأمر وإن طلب ماله فليرده إليه ولكنني سمعت من يقول أنه يمكنني أن أتاجر بالمبلغ واعتبره وديعة عندي متى ظهر صاحبه رددته إليه ألا لم أقل لك إنها فتوى فأنا لم أصل بعض إلى منزلة من العلم تؤهلني ولكني أقول لك رأيي فيما أعلم بارك الله فيك يا مالك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورغم سعة علم الإمام مالك كان يخشى الفتوى فلم يفت إلا بعد أن استشار أربعين عالما من علماء المدينة وبعد أن وصل سنه إلى الأربعين لا يؤخذ العلم من أربع سفيه يعلن سفها حتى وإن كان من أعلم الناس وصاحب بدعة يدعو الناس إلى هواه وكذاب يكذب في أحاديث الناس وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به فهؤلاء لا أشكك في علمهم ولكن لا أحب أن يكونوا قدوة ومعلمين لغيرهم وهم مقصرون في علاج أنفسهم كان مالك يغتنم أي فرصة يستطيع أن ينصح فيها لله تعالى أينما كان وأيما كانت الظروف آه هذا كرسي من أجود أنواع الأخشاب إذا اشتريته الآن فتأكد من أن ابنك سيجلس عليه بعد سنوات طوال يحكي لأحفاده ذكرياته عن هذا الكرسي أحفاد ابني أتعني أنه سيبقى كل هذه السنوات؟ بإذن الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ها هو علمنا الجليل مالك بن أنس إنه أحد زبائني وأنا متأكد بأنه سيشهد بجودة صنعتي مرحبا بك أيها الإمام ما الأمر؟ هل اختلفت ما على السعر؟ أعلم أن الأثاث الذي يبيعه هذا النجار غال بعض الشيء ولكنه يستحق وهذه شهادة مجرب إذا دخلت منزل الإمام مالك ستجد كثيرا من قطع الأثاث التي صنعتها بنفسي فلديه مكان مخصص لاستقبال من يأتيه من المسلمين فإمامنا مضياف وكريم ولم يشتكي من أسعاري أبدا الاختلاف ليس على المال يا سيدي ولكنني سمعت كلاما في حق هذا النجار وهذا ما يجعلني مترددا في الشراء منه أي كلام؟ تكلم أيها الرجل ماذا سمعت؟ هل هناك من يشكك في جودة صنعتي؟ بل يزعم بعض من أعرف أن السر في جودة الأخشاب التي تصنع منها هذا الأثاث يقول إنها مسروقة من أخشاب سفن الفرنجة التي هزمتها جيوش المسلمين في المعارك ماذا تقول؟ نعم يقولون إن هناك من يساعدك على سرقة أخشاب السفن التي أسر المسلمون جنودها وإن هذه السفن من الغنائم ولكن من يساعدك يتسللون ليلا فينزعون بعض ألواح هذه السفن ويبيعونها لك وبما أنها تتحمل الماء والسفر والحروب فهي ممتازة لصناعة الأثاث هذا ما سمعته يا سيدي ولذا أخشى إن اشتريت منك أن أكون معاونا لك في الإثم سمعت يا إمام؟ هل تصدق؟ لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ألا تدري أي إثم ارتكبت الآن يا أخي؟ قبل أن أنصحك لابد أن أدافع عن هذا النجار المخلص إنه يسافر كل عام إلى الشام فهو يعرف الكثير من تجار الأخشاب هناك لذا ربما ظهرت شائعات كهذه وهنا تتضح خطورة ما فعلت وماذا فعلت؟ لقد اتهمت بريئا دون دليل أو بينة اعلم أنه فساد عظيم أن يتكلم الإنسان بكل ما يسمع فليس كل ما تسمعه حقا اسأل وابحث عن الحقيقة بنفسك بارك الله فيك يا إمام لقد لفت نظري إلى أمر لم أكن منتبها له أرجوك يا سيدي إذا كنت تعرف مصدر هذه الإشاعات فأخبرهم بما سمعته الآن وسأمنحك سعرا خاصا لأمنحه في العادة لزبائني بل أشتري منك بنفس السعر فليست هناك شهادة أعظم في حقك من شهادة إمامنا الجليل وعندي رأي آخر أن تصحبني إلى المسجد وتخبر من يحضرون حلقتي بتلك الشائعات وتطلب منهم أن لا يصدقوها كي ندفع عن أخينا النجار هذه المزاعم شكرا يا إمام شكرا واستمر الإمام مالك معلما وناصحا للمسلمين لا يثنيه شيء ولا يعطله أمر عن ذلك فصار بحق من أهم علماء المسلمين يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير عاش رجل صالح وعالم في أرض كنعان يدعى بالعام ابن باعراء ما العمل؟ لقد جفت الأرض تماماً كيف سنأكل طوال العام يا أبي؟ لا أدري يا كاسبي اسمع يا صور ليس أمامنا إلا أن نستنجد بعالمنا بل عام إنه هائم في صومعته طوال الوقت ولا يشغله شيء من أمور الدنيا إنه حتى لا يهتم بالجوع أو الضمأ نعم لا يفكر إلا في الصلاة والعلم كفاكم سخرية من الرجل لا تنسوا أنه من الصالحين ودعاءه مستجاب هل صحيح أنه يعرف؟ اسم الله الأعظم؟ لست أدري المهم أن يساعدنا على سقوط المطر ومنع الجفاف يا سيد بلعام يا سيد بلعام ما هذا؟ كلاب تنبح وحمير تنهق وأناس تصيح كيف لعالم مثلي أن يتدارس أسرار العلم؟ أي أسرار يا سيد بلعام أريد أن أفهم لماذا تسقط ثمار الفاكهة إلى أسفل ولا تسقط إلى أعلى تحدث معي أنا يا بلعام إن الأرض جافة كما ترى هذا صحيح بسبب عدم سقوط الأمطار ليتك تدعو ربك أن يسقط الأمطار على زرعنا وسوف نكافئك بسلال الفاكهة ليس بالعام من يفكر في الطعام يا رجل سأدعو الله فقط رحمة بصغاركم يا رب دعونا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا اللهم أغثنا وأنزل علينا فيضا من السماء جاء المطر هذا رائع الشكر لرب بلعام المطر وفير سيكون المحصول وفيرا هذا العام الحمد لله يا رب الحمد لله والشكر لك إلى أين تذهب يا بلعام الشمس غربت هذا موعد خلوتي وصلاتي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لقد كلفنا آل كنعان جميعا أن نطلب منك أن تنصرنا على قوم موسى إننا في خطر عظيم يا سيد بلعام أي خطر ما الذي يضركم في قوم يعسكرون على حدود أرضكم ولن يؤذوكم في شيء إنهم بكل تأكيد يستعدون للحرب من أكد لك هذا؟ لماذا اختاروا أرضنا بالتحديد؟ إلا إذا كانوا ينون بنا شر اختصروا في الحديث أريد أن أخلوا لعبادتي ماذا تريدون مني؟ نريدك أن تهلكهم بدعائكم الصالح أجننت يا سور؟ أدعو على نبي الله ومن آمن معه إنك تدعو لإنقاذ أهلك وعشيرتك ويلكم هذا نبي الله موسى ومعه الملائكة ومعه المؤمنون سوف نكافئك بمئة رأس من الإبل عدت للمساومة يا رجل إنه لم يقصد يا بلعام بلعام؟ بلعام؟ هكذا دون سيد؟ هيا أغرب عن وجهي أغرب ولا تعود ثانية وأتتني فكرة رائعة ستغير الأمر تماما ما كل هذه الحشود من الناس؟ جئناك جميعا نستحلف أن تخلصنا من أعدائنا ونختارك أميرا علينا أمير؟ أنا الأمير؟ نعم ستكون حاكمنا وولي نعمتنا ولك منا المنزلة والمكانة لا نقطع أمرا إلا بك هممم ونقسم لك على الولاء والطاعة ما قولك يا كبير القوم ورئيسهم؟ لا تقول عني كبير القوم ولا رئيسهم إنني أحب التواضع فقط قولوا إنني عالم لم نسمع رأيك يا سيد بالعام يا عالمن العظيم ها؟ هل ستدع على موسى وقومه؟ أيها الناس يا أتباع بلعام ورعيته ما دامت هذه رغبتكم جميعا سوف أدعو على موسى وقومه بالهلاك إنها لحظة من لحظات المجد بالنسبة لي من اليوم سوف أتبعك وأسير في ركابك يا سيد بلعام قرر بلعام أن يدعو على نبي الله موسى ومن آمن معه فاتخذ طريقه إلى جبل حسبان راكبا فوق حماره وقومه من بني كنعان ينتظرون ما سيحدث هيا يا كسول ماذا دهاك أيها الحمار أتوقعني من فوقك ليس لك إلا العصى ويحك يا بلعام أين تذهب ها؟ ها؟ الحمار يتكلم؟ هذا أمر عجيب أعجب منه ما تنوي أن تفعله وما شأنك أنت بما أفعل؟ أما ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهتي؟ الملائكة تردك؟ لماذا؟ ألا تعلم؟ أتذهب إلى نبي الله والمؤمنين لتدعو عليهم؟ نعم سأفعل ولا تحاول التدخل في حياتي مرة أخرى أنا حر أنا حر لم يعد إلا للحمار يعرفني الثواب من الخطأ خذ 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 وصل بلعام وصل بلعام مرحبا يا بلعام أقل قد وصلت أخيرا صمتا لا تزعج السيد بلعام تفضل بالدعاء اللهم 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 بحق اسمك الأعظم أهلك أهلك قومي سيد بلعام اللهم انصر اللهم اللهم انصر المؤمنين من قوم موسى أتدري ما تصنع يا سيد بلعام أنت تدعو لهم وتدعو علينا هم؟ ها؟ دعوني الآن ماذا فعلت يا رجل؟ هذا شيء قد غلب الله عليه والله غالب على أمره لقد رأيت الكنعانيين فوق الجبل ينظرون إلينا وماذا في ذلك؟ هم بكل تأكيد يدبرون لنا الأذى فلتحسن الظن بهم كما يعلمنا نبي الله موسى كيف نحسن الظن بقوم يعادوننا؟ لم نتأكد أنهم يعادوننا كما تقول ثم إن الله يحمينا يا زمري ألم يشق لنا البحر وينجنا من فرعون وهامان وجنودهما؟ كفا لقد سئمت من ترتيد قصة هذه المعجزة ما الذي يدور في رأسك يا بني؟ إننا قوم أقوياء وباستطاعتنا أن نهجم عليهم من باب الوقاية لأنفسنا لم نهجم على أحد إلا بأمر من نبي الله موسى فلننتهي من هذا الجدل العقيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون من أنت وكيف دخلت إلى هنا لا يهم من أنا وكيف دخلت المهم من أنت وكيف ستخرج من هنا وتواجه الناس أنا بالعام سيد القوم وسوف أخرج إلى الناس وماذا تقول لهم أنا فاشل أنا لست عالما ولست صالحا ولم أقدر على حمايتكم بالدعاء كفى أرجوك أتحب أن تضربني بالعصى مثلما ضربت الحمار الذي نصحك لا تستهزئ بي وحاول أن تساعدني حسنا لكي أساعدك يجب أن تعترف بالحقيقة أنت في موقف بالغ الصعوبة هذا صحيح لقد خسرت الدنيا والدين خسرت الدين هذا مؤكد أما الدنيا فما زال هناك أمل كيف؟ تدبر لم تستطع الدعاء عليهم لأن الله يرضى عنهم أما إذا غضب الله عليهم فسوف تنزل اللعنات على رؤوسهم هذا صحيح سأفكر وأتدبر لماذا جمعتنا يا بلعام؟ اسمي السيد بلعام يا سور لا لم تعد سيدا بعد أن دعوت علينا تأدب يا سور كلنا آذان مصغية يا سيد بلعام اسمعوني جيدا جملوا النساء وأعطوهن السلع ثم أرسلوهن إلى أعدائكم المؤمنين ومروهن أن لا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها خسئت يا بلعام أهذه عفتك؟ انتظري حتى يكمل حديثة إذا سقط واحد منهم في الخطيئة سيصيب الجميع وبال عظيم ما رأيك في تنفيذ الخطة يا سيد بلعام؟ لا بأس هذه ابنتي كاسبي أرسلتها لتؤدي مهمتها متطوعة لصالح القبيلة هذا ما كنت أنتظره منك يا سور الأطور الجميلة الفاكهة الطازجة من يشتري مني هذا العطر؟ لا تنظر إليهن يا زمري حتى لا تفتح بابا للشيطان الرجيم لم أبيع شيئا حتى الآن ولم يحدثني رجل واحد حاولي مرة أخرى يا شروات خذ مني الفاكهة فشلت خطتك يا بلعام لم تفشل بعد لننتظر قليلا لقد عادت النساء جميعا إلى هذه الدرجة تبلغ قوة إيمانهم بربهم؟ لقد بذلت أقصى جهدي ودبرت أعظم حيالي كيف يحدث هذا؟ أين منتك كاسبي يا سور؟ لم تعد بعد من أرض قوم موسى هي أملنا الأخير إذن هي قد عادت كاسبي أين الفاكهة التي كانت معك؟ أعطيتها لرجل من قوم موسى يدعى الزمري إذن أفهم من ذلك أنه تم كل شيء بنجاح كما أردت يا سيد بلعام عظيم نجحنا أخيرا نجحنا لقد هلكوا بالفعل سقط واحد منهم في المعصية وعما قليل سترى أثر ذلك على الجميع أين كنت يا زمري؟ ليس لك أن تسألني لقد رأيتك واقفا مع الفتاة التي تبيع الفاكهة ثم اختفيتما من أمامي هل حدث ما يقوله حييم؟ أنت وحييم لست ما أوصي أعلي بماذا تشعر؟ أشعر بألام شديدة وإعياء إنك محموم يا أخي في الله أشعر بغثيان أيضا أسقوه بعض الماء وسأذهب لأبلغ نبي الله موسى بما جرى لا تزعجوا نبي الله في خلوته إنه مجرد ألم بسيط ومحتمل أنا أيضا أنا أيضا أشعر بألام بطني كان لبلعام ما أراد حصل على المكانة والمنزلة بين قومه بعد أن باع دينه وضميره لا بد أن يشرب الجميع نخب انتصارنا على قوم موسى سمعت أن الطعون يفتك بهم فتكة هذه هذه واحدة من مئات الحيال والأفكار العبقرية في رأسي إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون هل تشعر بالتحسن؟ بل بل الحالة أسوأ إلا متى نسكت على هذا الهوان ونحن لاعلم أسباب الوباء لا تعود لهذا الحديث أرجوك هل تريد مني شيئا آخر؟ نعم ماذا؟ أجبني سل نبي الله موسى أن يسامحني على تقصيري في اتباع دعوته آه أشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى نبي الله لماذا أنت مقدب الجبين؟ لقد مات حييم يا زمري حقا؟ خبر سيء إذن أستطيع أن أخذ نصيبه من الطعام فأنا وكاسبي جائعان جدا هذه الليلة لن تقابل هذه المرأة الغاوية مرة أخرى ومن سيمنعني؟ أنا أنت؟ يا لك من مغرور مصيبة مصيبة لا تتحدثوا كالكلاب اهدأوا اهدأوا وأخبروني ماذا جرى ابنتي ابنتي يا سيد بلعام ابنتي قتلت قتلها في الحاص هي وصاحبها زمري ليتخلص قومه من الوباء أعدها إلي أرجوك أجونينت الموتى لا يرجعون للحياة إلا يوم البعث أنت الذي قتلت ابنتي تأدب أنت تخاطب أميرك وقائدك لم أكره ابنتك على شيء هي كانت على استعداد للفساد وأنت شجعتها تذكر هذا جيدا ما كان ينبغي أن تفعل هذا يا بني لم أدري بنفسي إلا وقد غرست الحربة في جسديهما قد أكون مخطئا ولكني أردت الخلاص لقومي ليس بهذه الطريقة ألم تشفى من مرضك؟ وغادرتنا الفئران آخذة وباء الطاعون إلى بعيد نعم هذا حدث ولكن القتل جريمة نكراء والخطيئة لا تعالج بخطيئة أخرى الحق أننا أخطأنا كثيرا في حق أنفسنا كيف؟ ظننا أننا نتبع نبي الله موسى ولكننا في الغالب نتبع أهواءنا هل من سبيل إلى التوبة؟ نعود إلى أوامر نبي الله ولا نخالفها سنفعل إنني جائع وعطشان يا إبليس لم أنجبك لأنفق عليك طوال الوقت يا بلعام إنني في أزمة وسوف أرد إليك كل قطعة نقود تنفقها علي عندما أسترد مكانتي تسترد ماذا؟ لم أسمعك جيدا لا تسخر مني سوف أجد وسيلة أسترد بها مكانتي ومنزلتي بين الناس تلك المنزلة التي بعت من أجلها آيات الله وعلمه لك أنت الذي أضللتني كاذب لقد كنت عبدا صالحا مستجاب الدعوة فانسلخت من آيات الله أنت الذي فكرت ودبرت للشر لا أنا أتتخلى عني الآن؟ بالطبع إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين أنت لا أريد شيئا منك اذهب إلى الجحيم اذهب سأذهب وسأنتظرك هناك واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون روى البخاري ومسلم رضي الله عنهما هذه القصة عن أصدق خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجرت أحداثها قبل نزول الإسلام لثلاثة رجال التقوا في طريقهم للسفر هذه الأمطار الخفيفة تلطف من حرارة الجو يا سيد رابح لكن الغيومة شديدة يا سيد زياد لم أعد أرى بوضوح رغم أننا في الظاهرة أنصحكما بأن تسرع بالاختباء في تجاويف الجبل فالأمطار الغزيرة على وشك الهطول ماذا يقول دليلنا عمار؟ لا أسمعك لنتبع إشارته هيا أسرعا هل نظل هنا كثيرا؟ الصخور أصبحت زالقة من كثرة المطر والسير عليها شديد الخطورة لقد ابتلت ملابسي كلها أخشى أن أصاب بالبرد لا حول ولا قوة إلا بالله إني خائف الخوف من البرق أكبر فهو يصعق من يصيبه ويهلكه في الحال سلم يا رب سلم ألا يوجد مكان دافئ نختبئ فيه؟ هناك غار في أعلى تلك الربوة ولكن الجمال يستحيل أن تتسلقها نترك الجمال هنا ونعكلها جيدا ونذهب نحن ونتسلق الجبل حتى نصل إلى الغار أخشى أن تصاب الجمال بمكروه تخاف على الجمال ولا تخاف على حياتنا؟ إنني أكاد أموت يا رجل إذن هيا بنا سأعقل الجمال سأتخفف من حملي حتى أستطيع التسلق تكفيني قربة اللبن وأنا سأحمل تسعة أمرات ثلاثة لكل واحد منا وأنا سأكتفي بحمل الماء هيا لنصعب هيا بنا قبل أن يصعقنا البرق المكان آمن لا يوجد به ثعابين أو عقارب وما هذا القش؟ يبدو أنه عش قديم لطائر من الطيور الكبيرة عظيم ناولني القش كله ساعده يا سيد زياد لا أقوى على الحركة صدقاني وها هو القش الجاف الحمد لله أفلحت في إشعال النار نستطيع أن ننضي اليوم هنا إلى أن يتوقف المطر أشعر الآن بتحسن الحمد لله أننا وجدنا هذا الغار البركة في دليلنا النابة السيد عمار بل في الله الذي هدانا لهذا الغار لننجو من البرق والرعد والسيول ما الذي جرى؟ هو زلزال؟ بل سقط البرق على الصخرة فأغلقت مدخل الغار انهضوا معي انهضوا معي لنحرك الصخرة هي صخرة تلك التي تريد تحريكها هل تمزح؟ قم وساعدني أم تريد أن تموت هنا؟ إهدأه ولندفع جميعا من جهة واحدة لا فائدة لا فائدة تهشمت ضلوعي ولم تتحرك الصخرة بمقدار شعرة ما العمل الآن؟ لا أدري كيف لا تدري؟ ألست دليلنا؟ الآن؟ لم أعد كذلك ما معنى هذا؟ لقد حبسنا نحن الثلاثة في هذا الغار وتساوينا في المصير ما معنى هذا؟ أهي النهاية؟ لا 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 لابد أن هناك حلا قل شيئا يا سيد رابح ماذا أقول في قضاء الله يا رجل؟ نكاد أهلك من حرارة الجو ونقص الهواء آه بالأمس كنا نكاد نموت من البرد والآن نموت من الحر أطفئ تلك النار لماذا نبقي عليها؟ لأننا لن نرى شيئا من دونها لا يهم أن نرى بماذا تفيدنا الرؤية؟ سنهلك في هذا المكان لا محالة لا تكن يأوسا يا رجل لعل الله يرحمنا ويفرج قربنا ادعوه إذن من كان منكما صالحا وله عمل طيب خالص لوجه الله فليبتهل بالدعاء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا أنا لي عمل ومن رجبت به طاعة الله وأظنه من صالح الأعمال قدت عمل في رعاية الإبل وبيع حليبها وكان لي أبوان كبيران في السن ألن تبيع لي هذا الحليب؟ يا سيد رابح ماذرة أيها السيد اسمي عرفان من أكبر التجار إنني معتاد يا سيد عرفان أن أسقي أبوي أولا ثم أهل بيتي وما يتبقى منهم هو الذي أبيعه أظنك تعرف مقدار حاجتك أنت وأهلك من الحليب فبعلي ما تبقى أولا حتى ألحق بالقافلة لقد أخذت عحدا على نفسي بأن يشرب أبوي أولا أنت تضيع على نفسك فرصة عظيمة في التجارة بل أتاجر مع الله يا رجل سلمان هل نمت يا رجل؟ لماذا تأخر هذا الصبي رابح؟ لعله يلهو مع الصبية أصحابه لم يتأخر يا سلمان نحن اللذان كبرنا ولم نهض نطيق الانتظار من أنت يا مرأة؟ وماذا تفعلين في بيتي؟ ايه عدت للنسيان مرة أخرى السلام عليكم يا أمي وأبي معذرة لتأخري تفضلي تفضلي يا أمي الحليب الطازج لا أشعر بالضمأ يا بني أرجوك يا أمي لأجل خاطري جرهة مواحدة حتى تحدث البعكة بارك الله فيك يا حبيبي وجزاك عنا خير الجزاء أنت أيها الصبي أسرع لي بالحليب أمرك يا أبي وسيدي بالهناء والشفاء أبي حمدا لله على سلامتك كيف حالك يا نيرا؟ على خير ما يرام أخيرا تذكرت أن لك زوجة كان أبي يحتاج إلى صحبتي بعض الوقت وماذا عنا نحن؟ أمي إن أبي متعب من عملي وبالتأكيد لم يأكل شيئا طوال اليوم ها؟ ومن أين نأتي بالمال لنطهو الطعام؟ لس جائعا فقط أريد الراحة سأطمئنه على الإبل اسمع يا رابح نحن لم نعد نراك أبدا رغم أننا ووالدك نعيش في بيت واحد قلت لك ألف مرة إن رعاية أبوي هي أهم شيء في حياتي وكان الواجب أن تعينيني على هذا الأمر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سلام عليكم يا أمي إنها نائمة وأبي يغط في نومه أيضا انتظر حتى يستيقظ إني جائعة يا أبي أعطني بعض الحليب حفوان يا حبيبتي سأسقي أبي وأمي أولا لا أستطيع الانتظار يا أبي لقد أخذت عحدا على نفسي ألا أسقي أحدا قبل أبوي رابح ما الذي أتى بك في الصباح الباكر يا ولدي لماذا لم تنم في غرفتك يا رابح صباح الخير يا أمي صباح الخير يا أبي تفضل بالهناء والشفاء يدك متصلبة من حمل قربة اللبن طوال الليل بارك الله فيك يا حبيبي لا عليك يا أمي ستحسن بعض قليل كل هذا لأجلنا اللهم جازي ولدي ببره خير الجزاء يا الله يا رحيم إن كان عملي هذا خالص لوجهك فارحمنا به وفرج عنا ما نحن فيه الحمد لله أخيرا نسمة هواء ما أعظم نعمة الهواء الطيب المتجدد آه لم نحس بفضل هذه النعمة إلا عندما حرمنا منها أكاد أموت من الضمأ أليس مع أحدكم جرعة ماء؟ لقد اقتسمن الماء كله ربما يتبقى مع رابح شيء من اللبن ولا نقطة واحدة والتمر نفد كذلك ما العمل؟ انظر السماء تمطر في الخارج إن رؤية الماء تجيدني عطشة لو استطعت فقط أن أخرج يدي من فتحة الصخرة وأملأها بالماء تحركي لا تحاول إنها لا تتحرك تحركت من قبل كان ذلك بأثر الدعاء أو قل بأثر العمل الصالح من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون لدي قصة كنت في أول حياتي شابا فتيا مغترا بقوته وماله وإعجاب النساء به ولكني في الحقيقة لم أكن أرى منهن إلا ابنة عمي زبيدة لن أتأخر يا زبيدة مع السلامة يا أبي زبيدة زبيدة افتحي لي إنه أنا ابن عمك معذرة يا ابن العم لقد خرج أبي ولا يوجد في البيت غيري هذا أفضل إنما جئت لك أنت أرجوك أن تنصرف وتحفظ غيبة عمك وماذا أفعل في النار المشتعلة في جوانبي يا زبيدة إنك تهينني بهذا الكلام ماذا تظن به إذا لم تفتح الباب سأقفز إلى الداخل وإذا فعلت سأصرخ فستسمعني كل القبيلة يا لك من عنيدة ولكني لن أيأث منك لا ينبغي أن تصمتي أكثر من ذلك لقد تمهد زياد بن عمك ماذا أفعل يا هند إنه ابن عمي ولا أريد أن أفضحه إذن تحملي مراودته لك ولا تلومي إلا نفسك بالطبع لا فأنا فتاة حرة ولا أقبل منه ذلك عليك إذن أن تبلغي أباك بما يفعله زياد أبي شيخ مريض ولا أريد أن أحمله فوق طاقته مسكينة أنت يا زبيدة تحبين رجلا لا يعرف قدرك ماذا بك يا زياد أما زلت تفكر في الفتاة التي تحبها ولا أنساها لحظة واحدة أرى أنك تعذب نفسك حولك النساء كثيرات ولا تفكر إلا في التي تصدك حالة أبي لم تتحسن فقد أصبحت مدينة للطبيب بمائة وعشرين قطعة من الذهب لماذا لا تقتردين من ابن عمك زياد زياد إنه لم يفكر حتى في زيارة عمه المريض أعرف أنه مشغول بتجارته بل قولي بلهه ونزاوته الكل صار يعرف عنه ذلك أيا كان الأمر فهو ابن عمك وأقرب إليك من الغريب حاول لن تخسري شيئا سأفعل يا هند ليس أمامي حل آخر زبيدة ما الذي جاء بك في جوف الليل؟ أحتاج إلى مائة وعشرين قطعة من الذهب أعطيك ما تطلبين ولكن ما مقابل المال وهل تريد شيئا في المقابل؟ أريدك أنت يا زبيدة يا ويلي ماذا أفعل؟ ها لم تردي علي لك ما تريد يا ابن العم أين المال؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ها هي النقود أتبكينا يا زبيدة؟ لماذا؟ لم أظن يوما أن أكون هينة عليك إلى هذا الحد كان أحب شيء إلى نفسي أن تتزوجني واستدقات الدفوف وفرحة الأهل اتق الله يا ابن العم لا حول ولا قوة إلا بالله اذهبي يا زبيدة معززة مكرمة عسى الله أن يغفر لي انتظري خذ المال معك اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا يا الله الحمد لله أستطيع أن أمد ذراعي وأملأ كف بالماء الحمد لله ناولني قربة الماء يا عمار لنملأها وندخر الماء إذا ما توقف المطر خذ ها هي لنحاول أن نحرك الصخرة قليلا فتستطيع العبور لا تحاول لقد تأكدنا أن الصخرة لا تتحرك إلا بفضل الدعاء والعمل الصالح جاء دورك يا سيد عمار نعم أنا حكيت لكم عن بري لوالدي وأنا ذكرت لكم قصتي مع ابنة عمي وحفظي لها لم يبقى غيرك يا عمار ربما يكون فيما سأحكي شيء من الصلاح وإن كنت غير واثق من الأمر عملت طوال عمري بالتجارة ونقل المسافرين والبضائع كيف حالك يا سيد عمار بخير يا سيد عزيز هل من خدمة وأديها لك؟ جئت لأعرض عليك المشاركة في الربح والخسارة وفي هذه الحالة لن ينافسنا أحد أشكرك على عرضك ولكن لكل منا طريقته الخاصة في التفكير والعمل وأفضل أن أعمل وحدي لا كما تريد ولكنك ستخسر كثيرا بعنادك هذا لن نال إلا ما هو مكتوب لنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون أهلا بك يا بدر كيف حالك؟ أحتاج إلى المال بأسرع وقت حتى أتمم زواجي هل أجد عندك عمل؟ إنني أستعد للسفر في قافلة كبيرة وأحتاج لعاملين كم أجر العامل منهما؟ هذا صديقي ناصر سأعطي كل واحد عشرين قطعة من الذهب بعد عودتنا من السفر ألا يمكن أن نأخذ نصف الأجر مقدما؟ لا الأجر كله في نهاية العمل مثل ما أتعامل أنا مع التجار اتفقنا سأعمل عندك أنا وصديقي ناصر اتفقنا إذن مرحبا بالسيد عمار كبير التجار مبارك لك زواجك يا بدر تفضلوا بالحناء والشفاء أين أجد ناصر؟ اختفى منذ عودتنا من السفر لماذا تريده يا سيد عمار؟ لم يأخذ أجره مني حتى الآن وأنا مدين له بعشرين قطعة من الذهب أمره غريب سأبلغه إذا رأيته موسيقى يا سيد عمار عندي خبر لك ماذا جرى يا بدر؟ تكلم لقد هجم قطاع الطرق على قافلتك في السحراء وسطوا على كل ما فيها كيف هذا؟ ضاعت ثروتي كلها في يوم واحد عوض الله عليك يا سيد عمار هل ستظل تدورها كذا مثل الراحة؟ دعيني الآن يا سلوى لست خالي البال ما الذي يشغلك يا عمار؟ أمامي فرصة لا تعوض مجموعة من الإبل الأصيلة تباع بنصف ثمنها ولماذا لا تشتريها؟ ليس معي شيء مالي كله ضاعف القافل كما تعلمين بكم هذه الإبل؟ بعشرين قطعة من الذهب رأيتك تتدخر هذا المبلغ من المال إنه ليس مالي هو مال أجير عندي اسمه ناصر نعم ولكنه اختفى منذ شهور هذا لا يحرمه من حقه في الأجر لم أطلب منك أن تسرق ماله فقط اقترض العشرين قطعة لشراء الإبل وعندما تنصالح الأحوال ترد له دينة إذا عاد لمن كل هذه الجمال؟ ألا تعرف؟ إنها لصديقك عمار لقد اشترى مجموعة من الإبل والأبقار والأغنام بعشرين قطعة من الذهب وها هي قد صارت قطعانا بارك الله له فهو رجل طيب السلام عليك يا سيد عمار من أنت؟ قد لا تذكرني يا سيدي كنت أعمل أجيرا عندك قبل عشرين عاما عندما سافرنا في قافلة التجارة أذكرك بكل تأكيد كيف حالك يا سيد ناصر؟ سيد أنا بخير والحمد لله ولكني في ضائقة مالية وقد تذكرت أن لي عندك مبلغا من المال نعم كان لك مبلغ من المال الحمد لله أنك ما زلت تذكر لم أنساه يوما واحدا أعرف قدر مشاكلك ولكن كنت أسأل عن ذاك المال هو أمامك يا رجل لست أفهم كل ما أمامك من إبل وأغنام وأبقار وعبيد يسوقونها هي مالك الخاص سيد عمار أرجوك أن لا تهزأ بي معاذ الله يا رجل هذا مالك وإن أردت أن تسوقه كله فهذا حقك كيف هذا؟ كان أجري عشرين قطعة من الذهب اشتريت بهذه العشرين مجموعة من الإبل والأغنام ونماها الله فصارت على هذه الصورة حقا؟ نعم إنها لك خذ ما شئت واترك ما شئت بارك الله لك فيه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعيظكم به إن الله كان سميعا بصيرا هل أعطيته آلاف الأبكار والأخنام والإبل؟ نعم فهي حق له وأخذها كلها ولم يترك لك شيئا؟ نعم أخذ ماله كله وانصرف أعرف أنني لم أفعل شيئا يستحق الثواب فقد أديت واجبي اللهم إن كان عملي هذا خالصا لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه الحمد لله الحمد لله الذي أعاننا على عمل يرضيه كدنا نموت لو لا فضل الله علينا لم أكن أعرف أن صالح الأعمال يمكن أن ينقذ الإنسان في الشدائد شكرا